بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بات السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة مستر نورو المالوميات سعيد أنا تواجد معكم في حلقة جديدة حلقة اليوم إن شاء الله سوف أتحدث فيها عن كيفية حماية حسابات الفيسبوك من الإختها أولا قبل أبدأ في الشرح لو كانت لك أول مشاهدة على قناتنا لا تنسى ضغط على زل اشتراك وتفعيل مع خاصية الجرس ليصلك كل ما هو جديد جميع التطبيقات التي تحدثت عليها تقوم بحمايتها أسفل هذا الفيديو من موقعي مستر نورو للمعلوميات يوميا تأتيني أسئلة يا أخي كيف أقوم بحماية حساب الفيسبوك من الإختراق أو تم اختراق حسابي ولماذا تم اختراق حسابك لأن الطرق التي يقوم باختراق بها الحسابات يحصل على الموتباس يقوم مباشرة بالتغيير جيميل أو رقم الهاتف ويدخل إلي حسابه الجديد وهذه الأمور سوف تمنعه اليوم بهذه الطريقة التي سوف نتحدث عليها إن شاء الله ما عليك مباشرة إلى الدخول إلى حسابك على الفيسبوك وبعدها بعد الدخول إلى حسابك تأتي إلى ثلاث خيارات من هنا تضغط عليها ثم تنزل في الأسفل إلى كلمة settings هنا أو الإعدادات ثم الإعدادات الخاصة بهاتفك في هذا الأمر يوجد الكثير من الأمور التي سوف نتحدث عليها أنت يهمك أمر security أو الحماية تأتي مباشرة إلى security and login هنا في الأول تختار ثلاث أشخاص تكون لديك فيهم ثقة عامية أو ثقة كبيرة إذا تم أخذ حسابك سوف تقوم باسترجاعها من ذلك الأصدقاء يعني يبعث لهم code ويقوم بإرسال إليك ذلك ال code شيء الآخر الذي أردت أن أتحدث عليه هنا يعطيك بعض ال notification أو الإشعارات من أين تم الدخول إلى حسابك على الفيسبوك سوف تجد جميع مرات دخولك إلى حسابك على الفيسبوك وما هو الجهاز المستعمل مثلا أنا أستعمل هذا الهاتف ترى هنا Samsung Galaxy S8 Plus حيث قمت بالدخول إلى هاتفي من BG من وهرا من الأماكن هذه تكون يعني مغايرة بعض الشيء يعني لا تكون واثق في المكان لأن لا يأخذ المكان يعني بجد ولكن تأكد من الجهاز الذي هو مستعمل بعدها مباشرة لحماية حسابك بالطريقة يعني التي تكون مهمة ويعني سوف نتحدث عليها اليوم تأتي إلى user tube factor هذه يعني تستعمل ميزة ثانية للحماية بواسطة رقم هاتفك يعني حتى ولو قام ذلك الشخص باختراقك سوف يرسل code إلى رقم هاتفك لتقوم بحماية به نفسك لإضافة هذا الأمر تجد إلى هنا تجدها يعني غير مفاعل رقم هاتفك كلو كان مفاعل فلا بس فأنك محمل إن لم يكن مفاعل تأتي إليه وتضغط على أدد أو إضافة تضغط هنا تقوم بإضافة رقم هاتفك سوف يتم إرسال إليك code إلى هاتفك وبعدها تقوم بوضعه ومن هنا أي يعني كل مرة تدخل إلى حساب الفيسبوك سوف يرسل إليك code إلى هاتفك هذا المخترق إذا تم اختراق حسابك لا يستطيع الوصول إلى رسائل هاتفك ووضع ذلك الكود يعني لو وصلت لك رسائلة بهالكود فعرف أن شخص قام بإختراقك ولكن لم يستطع الدخول لأن الكود سوف يكون عندك أمت فقط هذا الأمر جميل يعني تستطيع منه حماية نفسك من الإختراق بشكل كامل أخي الغالي هنا يعني يعطيك بعض الأمور التي تكون مهمة أيضا أنا أقوم بـ On On كما تلاحظ ما هذه يعني الـ Notification أو Login Alert ما إن أدخل من حساب آخر يعني أو من جهاز آخر إلى حساب الفيسبوك تأتيني Notification في الإشعارات هنا يخبروني أن شخص قد دخل إلى حسابك الفيسبوك حتى على رسائل الماسنجر والإيميل أنا لم أقوم بتضع يعني تفعيلها إدارة تفعيلها Get Email Alert تضغط على تضع إشارة صح ثم تضغط على Save أو حفظ مباشرة سوف يأتيك إشعار أيضا على الإيميل الخاص بك بأنه شخص تم دخول إلى حتى ولو دخلت أنت سوف تأتيك ذلك يعني أشعار بهذه الطريقة تقوم يعني أنت بحماية نفسك من الإختراق ولا تواجه أي مشكلة آخر أخي الغالي أتمنى منكم هذه الحلقة أنها قد تهم الكثير من الأشخاص لو نلت إجابكم لا تنسوا نشرها حتى تعمل فائدة بيننا وكما أخبرتكم في هذه الحلقة لو كانت لك أو المشاهدة لك على قناتنا لا تنسى الضغط على زر الاشتراك تفعيل مع خاصية الجرس ليصلكم كل ما هو جديد إن شاء الله حتى الآن أنتهي من هذا الشرح سوف أضرب لكم موعد آخر في حلقات قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى مع السلام